ريفيو سريع عن عطر تيروني من أورتو باريسي والبديل الأوفر لأله صاحب دار أورتو باريسي والعطار اللي عمل تيروني هو نفسه اللي عمل بلاك أفغانو أليساندرو كولتيري والمعروف عنه أنه هو مجنون جدا ناسه ماتوا معناها الأنف المجنون أصلا العطر صعب جدا وقوي جدا بنصحكم تجربوه قبل ما تشتروه وما يغركم الصغب اللي كتير اللي عليه ممكن ما يعجب الكل نوتات أورتو باريسي بشكل عام غير معلن ومنها تيروني فأي شي رح حكيه عن العطر هي مجرد تخمين بالنهاية ريحة العطر هي عبارة عن ريحة بوركانية قوية جدا ريحة العطر هي افتتاحية من ريحة العود مع نوتات مدخنة سموكي مع تاتش فروتي مثل كأنه ريحة توت أو ريحة كارز ولكن مطحون جدا بريحة الأخشاب وريحة العود والريحة العنبرية الترابية نوعا ما العطر قريب جدا من بلاك أفغانو من ناسوماتو ولكن بلاك أفغانو جايباوتري أكتر هاد العطر فيه الريحة العنبرية الفروتي اللي مش موجودة بلاك أفغانو أداء العطر المخاضر يشيني معروف عنه إنه النووي ريحة العطر بتوصل أمتار بعيد عنك وبيضل ثابت لمدة أيام كبديل العطر تيروني ما فيه بديل مطابق 100% ولكن عندي عطرين قريبين منه اسمعوني للآخر وبعدين انتو قرروا شوني ممكن تشتروا منهم هو الواحد هو ماهر الأسود من لطافة ولكن ما فيه الريحة الفروتي الموجودة بتيروني العطر عبارة عن ريحة سبايسي وريحة عود مدخن قوية جدا للأمان العطر مزعج نوعا ما ريحته جدا جدا عنيفة رشة أو رشتين من هاد العطر كافي بنصحكم ما تكتروا منه رش من العطر اللي مش كتير بنصح فيها بصراحة ولكن إذا ولابد لأنه سعره كتير مناسب 45 ريال تقريبا لأكتر بشوي إذا ولابد ما تكتروا منه رش هذا عطر ماهر طبعا قوي جدا كثبات وكفواحون ولكن شتوي جدا جدا العطر الثاني وصلني منه عينات لما اشتريت من جولدن سنت أنا ما فيه اي تعاون بينه بين جولدن سنت ولكن هاي عينا وصلتني مكتوب فيها توباكو عود وود كافي آكورد وفاتيفر رقم 4 ريحته قريبة جدا من تيروني يمكن أنعم شوي وهذا بيخليه حتى أكتر قبولا ولطيف العطر فيه ريحة فروتي نوعا ما ما ريحة القهوة فيها نتفت سويتنس ولكن فيه نفس الدي اي تبع تيروني فجربوا عفوا اسم العطر Very Important Notes رقم 4 واداءه متوسط الى جيد جدا اذا عجبكم الفيديو عمالولي فولو وتركوا لي بالكومنس شو كمان حابين نحكي عن عطور او شو بدكم بداية الأوفر